الإحرام، الإحرام حكتين حاجة اسمها ملابس الإحرام وحاجة اسمها نية الإحرام لابس الإحرام ده واجب ونية الإحرام ده ركن طب إيه القصة إيه التفاصيل طب نلبس الإحرام إزاي طب إيه محضورات الإحرام طب إيه اللي يجوز في الإحرام كل ده أنا أعرفه مع بعض في الفيديو ده خليكم معنا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام هيقابلنا في العمرة وهيقابلنا في الحج الإحرام فيه جزء إيه؟ جزء ركن وجزء واجب ركن يعني لا يتم النسك إلا به يعني لا يتم النسك زي العمرة أو لا يتم النسك زي الحج إلا به وهي نية الإحرام والجزء الواجب هو لبس الإحرام من الميقات أو قبل الميقات ده من الواجبات لو أنا عدت الميقات من غير ملبس الإحرام بيكون علي دم يعني علي سق فدية يعني ما يعادل إن أنا باتبح خروف أو سبع جمل أو سبع بقرة تعالوا كده نشرح واحدة واحدة في الأول نية الإحرام نية الإحرام هي ركن والنية دي بقولها وأنا موجود في الميقات سواء أنا في العمرة أو سواء أنا موجود في الحج وعلى حسب برضو نوع النسك في الحج النية في العمرة بنقول لبيك اللهم عمرة عن لو أنا أول مرة عمل عمرة بتكون عن نفسي أو لو أنا بعمل عمرة لحد فبقول لبيك اللهم عمرة عن والدي أو عن والدتي لو حد يعني متوفي أو عن فلان زميلي مثلا النية هنا فيها شرطين الشرط الأولاني أن النية لا تتغير تاني يا جماعة نية الإحرام لا تتغير يعني النية اللي أنا قلتها في الميقات وقلت لبيك اللهم عمرة عنه مثلا والدي خلاص ما ينفعش لما وصل مكة غير النية الحاجة التانية لا تتعدد النية يعني لازم النية تكون لواحد بس يبقى لبيك اللهم عمرة عن إبراهيم لبيك اللهم عمرة عن إسماعيل ما فيش عن إبراهيم وإسماعيل أو زي ما بنسمع ناس بتعمل الكلام ده غلط بتقول لبيك اللهم عمرة عن أموات المسلمين هذا الكلام لا يصح نقطة تانية اللي هي ملابس الإحرام وأنا بقى بلبس الإحرام بتاعي ملابس الإحرام بالنسبة للراجل وبالنسبة للمرأة أولا بالنسبة للراجل بيلبس الرداء والإزار بشكرين لونهم أبيض بغطي بيه البشكيري الأول كتفي ونص جسمي من فوق والبشكيري التاني بغطي بيه وسطي اللي هو الرداء واللي هو الإزار اللون الأبيض في لبس الرجل للإحرام حكمه سنة يعني أنا ممكن نلاقي ناس لابسة إحرام لونها أصفر أو أورنج أو على علم بلدهم كل ده يجوز إنما اللون الأبيض في الإحرام سنة شرط لبس الإحرام إنه يكون الإحرام لا يشف ولا يصف الجسم بالنسبة للمرأة الإحرام بتاعها هي العباية بتاعتها والحجاب بتاعها وطبعا بإجمال العلماء تبقى لابسة كمان الشراب لأن مجرد ما أنا جيت المقاط ونويت العمرة أو نويت الحج ينطبق علي في الحالة دي حاجة اسمها محظورات الإحرام إيه هي محظورات الإحرام؟ وكلمة محظورات يعني ممنوعات أنا كده نويت يعني هيدخل علي ممنوعات إن أنا أعملها الممنوعات عندنا تلات أنواع محظورات الإحرام على الرجال والنساء مع بعض وعلى الرجال وعلى النساء أولا محظورات الإحرام على النساء والرجال اللي اتنين ما ينفعش يعملوا الحاجات دي أولا الفسوق الفسوق يعني تعمد فعل المعصية والكفارة هنا التوبة من ذلك إن أنا أتوب واستغفر ربنا المحظور الثاني الجدال والجدال مش معناه النقاش معناه الخصام إن إحنا نتخاصم مع بعض أو نتخانق مع بعض والكفارة هنا أيضا التوبة ندخل بقى على محظورات مهمة ممكن نقع فيها وإحنا مش واخدين بالنا المحظور الثالث ممنوع استعمال الطيب الطيب يعني أي حاجة عطرية ليها ريحة عطرية زي إيه نعد مع بعض الصبون اللي بريحة ممنوع مناديل الوايبس أو المبللة اللي بريحة ممنوع الشامبو اللي بريحة ممنوع موزيل العرق اللي بريحة ممنوع الكحول اللي بريحة يعني فيه كحول بريحة المسك بريحة الليفاندر تمام كل ده ممنوع ممنوع الصنبولوك اللي بريحة أي حاجة بريحة عطرية ممنوع ندخل بعد كده على المحظور رقم أربعة ممنوع أخذ من ضوافري من ضوافري ولا أخذ من شعر راسي أو من شعر جسمي يستسنى من ذلك حاجتين الأدوية الطبية يعني واحد لقدر الله عنده حرق أو عنده التهاب أو عنده حبوب مثلا فبيستعمل دوا فده دوا خلاص ده بره المحظور وأيضا يستثنى من ذلك معجون الأسنان طيب لو فيه ضافر اتكسر لا درر ولا درار هقصه ولو فيه ودني كده طلع أو جلدي بتوجعني جلدة بتوجعني كده من عند الضافر هشيلها برضو وده ما فيش فيه مشكلة بإذن الله المحظور اللي بعد كده ممنوع عقد النكاح أو الخطوبة سواء للراجل أو المرأة يستض ممنوع أنه هو يقطع شجرة أو فرع شجرة وممنوع حاجة اسمها اللقطة اللقطة يعني حاجة لقيتها في الحرم لقيت موبايل واقع فلوس واقع تمام كده ماقولش بقى أحمد يا كرب لقيتها لا الكلام ده هشيله أديه للعسكري اللي موجود أو أديه للأمانات في الحرم هنا أو هنا ومن المحظور الأخير على الرجال وعلى النساء الرفث الرفث يعني مقدمات الجماع بين الرجل وبين المرأة المحظور التاني على النساء وهو ممنوع على النساء تلبس الجوانتي وتلبس النقاب إذا أحرمت المرأة فلا تلبس النقاب ولا القفة ذات فهي مش هتلبس جوانتي ولا تلبس نقاب طيب أنا عندي دلوقتي بعض النساء منتقبات طيب نعمل إيه؟ عندنا حل من ثلاثة لما هترفع النقاب أو هتلبس بيشة يعني تنزل كده من الطرحة لفوق تلبس عليها بيشة بيشة تنزل على الوش كله ومش بيها مكان للعين ما ينفعش إن ده يبقى فتنزل بيشة على وشها أو الحل التالت تنزل الطرحة لتحت شوية وتلبس ماسك أو كمامة فكده اتحلت المشكلة رقم 3 من محظورات الإحرام على الرجال ممنوع على الرجال في العمرة أو في الحج وهم لابسين الإحرام تغطية الرأس دماغك وراسك مش بتاعتك ما تغطيهاش لا تغطيه بسطرق الأوتوبيس ولا بفوتها ولا بمشكير ولا كده أصلا أنا مش بعرف أنام في النور إلى آخره تغطية الرأس على الرجال من محظورات الإحرام الحاجة اللي بعد كده على الرجال ودي بقى النقطة مهمة جدا وهي المخيط أو المخيط بداية عايزين نفرق بين كلمة المخيط والمخيط وكلمة الخيط كلمة الخيط ببساطة أنا لو راح النهاردة أفصل عباية أو جلبية أو أميس أو بانطلون بروح للخياط يعني بيفصلي الخياط هل بيديني فتل؟ يقول لي خد الأميس أو البانطلون أو العباية لا بيديني حاجة متفصلة إذن تعريف المخيط أو المخيط هو ما يفصل عضو الجسد مش الحاجة اللي فيها خيط ما العحرام كله خيط أوه؟ كله خيط تمام كده؟ يبقى ما يفصل عضو الجسد عشان بنسبح لك الحزام كباسين لا الحزام أستيك كل ده كلام مش في الموضوع ممنوع يلبس سترة والسترة دي لو مسكناها هنعرف بتتلبس فين؟ يبقى ده بيفصل عضو الجسد ممنوع يلبس بانطلون أو سروال أو أميس أو لبس داخلي أو طائية أو عمامة أو جزمة أو خف كل اللي أنا قلته يدخل في نطاق المحظور طيب لو أنا عملت حاجة من محظورات الإحرام سواء متعمد أو لضرورة حتى مهمة جدا في نية العمرة بقول لبيك اللهم عمرة عن كذا أو في الحج لبيك اللهم حجا عن كذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن لو أنا عديت الميقات ومش لبس الإحرام علي دم يعني أشتري صق فدية طيب ولو أنا خلعت الإحرام وأنا محرم ولبس لبسي تاني يبقى أنا علي دم برضو فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء للسيد أسماء بنته عميس لو قلناه لو قلناه وإحنا بنين ونية الإحرام للعمرة أو للحج حتى لو لا قدر الله حد تعبه دخل المستشفى ولبس لبسي تاني وبعد كده لبس الإحرام تاني يكمل من المستشفى على المناسج بتاعته وليس عليه دم هنكتب الدعاء ونحفظه مع بعض ونقوله دايما في نية العمرة ودايما نقوله في نية الحج فهنقول الدعاء بيقول فإن حبسني حابس يعني فإن منعني مانع فمحلي حيث حبستني يا رب فإن منعني معنع أكمل بالإحرام محلي يعني هالع الإحرام بتاعي سواء رجل أو امرأة ولبسه تاني من مكاني فمحلي حيث حبستني اللي يقول الدعاء ده ولقدر الله تعب أو دخل مستشفى وخلع الإحرام رجل أو امرأة ولبسه تاني يكمل المناسج وليس عليه دم طيب لو أنا عملت حاجة بقى من محظورات الإحرام اللي احنا قلناها هي كفارة من ثلاثة رقم واحد إن أنا أصوم ثلاث أيام إن أنا أصوم ثلاث أيام سواء في مصر أو في مك الكفارة التانية إن أنا أطعم ست مساكين شرط أن يكونوا من فقراء الحرم في مكة بيعني أطعم ست مساكين بروح أشتري وجبة نص فرخة مع رز مع مش عارف إيه كإني هقول بالظبط وديها لست فقراء من فقراء الحرم في مكة بعد حل التالت أو الكفارة التالتة إن أنا بشتري سك فيديا إيه الحاجات اللي يجوز لي ونلابس الإحرام إن أنا أعملها أو إن أنا ألبسها يجوز إن أنا ألبس الخاتب، الساعة، النظارة سواء طبية أو شمسية السماعة بتاع الودان سواء طبية أو سماعة للتليفون يجوز كمان إن أنا ألبس الحزام وحط اللي فيه جيوب سواء بقى أحط شي فلوس أو موبايلات وإحنا اتفقنا المخلط يعني إيه فإحنا برا الموضوع كمان يجوز إن أنا ألبس الشنطة الكروس اللي أنا بحط فيها برضو الحاجة بتاعتي أو الأوراق بتاعتي وهكذا يجوز إن أنا أغير الإحرام سواء رجل أو برأي أنا روحت مكة هاخد دوش بالمية بس ونخلي بالنا إن الفنادق بتحط الشامبو أو الصابون سواء حتى في القطر الداخلي أو قطر الحرامين يعني أو في المطار أو في غيرها إن هما بيحطوا خدمات عامة يعني دي مش بتاع المحرمين فما حدش يستعمل الحاجات دي لأنها محظورة فناخد دوش بمية بس وغير الإحرام يعني أنا معي إحرام تاني ألبسه عادي جدا سواء رجل أو سواء امرأة يجوز إن أنا أستعمل الصابون اللي من غير ريحة يجوز إن أنا أستعمل مناديل المبللة أو الوايبس من غير ريحة يجوز إن أنا أستعمل الكحول من غير ريحة يجوز إن أنا أستعمل مزيل العرق اللي من غير ريحة طب هلأي الكلام ده فين؟ في الصيدليات كمان يجوز إن أنا أستعمل الشمسية سواء رجل أو امرأة بس عند الرجال لو انا استعملت الشمسية ماينفعش حطاها على راسي لاني توطيط الرأس من المحذورات المرأة الحائد بالنسبة للإحرام ستفعل كل شيء المرأة الحائد ستفعل في الإحرام كل شيء من اول انها تقيم سنن الفطرة لقص الدوافر وزيرة الشعر الزائد من الجسد ثم الاغتسال تمام كده ثم لبس الإحرام ثم نية الإحرام ومحذورات الإحرام اعملي في العمرة اعملي في الحج نرجع بقى للفيديو بتاع العمرة ونرجع للفيديو بتاع الحج ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا ومنكم العمرة والحج ويجعل هذا العمل في ميزان حسنتنا اللهم امين اللهم حجا وعمرة لا رياء فيها ولا سمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته